مرحبا بأصدقاء قناة الحميدي إذن اليوم إن شاء الله سأقدم لكم السؤال التاسع من فقرة نسول كجوبني بعد عدد من الأسئلة التي شملت النص النظري والنص التطبيقي يعني فقط للإخبار فإن هذه الفقرة ستستمر لتشمل حتى تلاميذ المقبلين على الجهوي طبعا الشعب العلمية في مادة اللغة العربية إذن قبل أن ننتقل بكم إلى السؤال أتمنى من لم يشترك في القناة أن يشترك الآن وأن يفعل زر الجرس وما فيها بس تضغط على زر الإعجاب لايك إذن فالسؤال التاسع يقول تلخيص أحداث القصة ورص تطورها وفق وضعيات الخطاط السردية ماذا نقصد بوضعية الخطاط السردية طبعا هنتم غير تشوفوا معي هذا السؤال هذا فين كتا تلخيص أحداث القصة ورص تطورها وفق وضعيات الخطاط السردية أنا أعطيكم الجواب كما لاحظتم معي أنا فضلوا بتاع الجواب فقط طيني بغيت كومنتوما تشرحوا لي اشتنقصوا بالخطاط السردية فالتعاليق ديلكم والتعاليق إن شاء الله اللي غادي يكون يعني أعطاني الجواب الصحيح وأعطاني الجواب يعني كامل فغادي نتبتو في التعاليق باش طبعا يستفد منه البقية ولا كان شي تساؤل خليوا لي في التعاليق وراني بديت راني بديت كان حط لكم تلخيص ديال ظاهرة شعر حطيت لكم الفصل الأول وحطيت الفصل الثاني إن شاء الله غدع الفصل الثالث ولغده الفصل الرابع باش ندوز لكم إلى تطبيقات باش نخدموه يعني عدد من الامتحانات طبعا في المؤلف وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله